هذا هو عم سالم الشيخ هزمته السيني لتجعل منه شخصا طاعنا في السن مفتلش الأرض مقطوع صلة الرحم يعيش بمفرطه تحميه أسوار قاربت على الانهيار بقاصر أولاد علي بولاية أدرار عندي هذه المجهاجة محمد وعندي واحد أدرار في البر والبنات ربعة هذا اللي في انتوعي هنا وهو عنده ربعة إيه ولا جولي هي الشامبراء ما فيها لا تحراش لو سخدير حالة فيها حشك الحشارات وكل شي راميك شوف هنا شي من الميكروبات إلا يقدروا يعاونون إن شاء الله باش نقدروا نوفروا له يديوا مستلزامات هنا في هذه الغرفة هذه وضع مزري قمامة في كل مكان أواني مترامية بها أكل يقتات منها وصاحبة المنظر القاسي فخذ ثلاجة لم يتبقى بها شيئا ليتحرك شباب متطوع أننا بإذن الله سنسعى لأن نرفع الغبن عليه وأن نرجع مسكنه أفضل مما هو عليه ومسكن ملائم للعيش الكريم بإذن السميع العليم وهذا بفضلكم أنتم أيها المحسنين وأنتم أيها المتطوعون نحن نحتاج دعمكم يطلبون أن يعاونوا باش يحطوا معه ولا أن يحتاجون تكونوا فيها تغيب بسرقية يتكلمون يقولون كوديك بلي شوية ما ولا رح يجب لي شوية ما مأساة اختلفت كثيرا عن سابقاتها بطل وعم سالم الذي تخلى عنه أبناؤه ليعيش فقرا وعصلة والأشدم ذلك وحدة قاسة افتكت البسمة من وجهها